لا إلهي الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلاموا لنا رسول الله وعليه والسلام استجابة اللي طالب استيعز الدين قالكم دعيونا الوحد زوج الأصدقاء تعالوا الوليد رمانا السيم محمد والحاجب حاجبون هو أن تصلبوا الله تبارك وتعالى فاقدرهم يخليهم لنا باركة ويجعلهم من أهل الله وخاصة الله يجعل صيد الربين وفعنا بهذا القيسى بهم الله يجعل صيد الربين ومشين في طريق الزينة الله يطبو العمار وفتع طلال ربو الصلاة ويجعلهم من ذلك اللي قال فهم سيد نبي صلاة وخيركم من طالع عمره وحسن عمره الله يطبو العمار في طاعات الحبيب المختار وينارون بإذن الله تعالى جزاء من الواحد القاعر وصلوا الله واسلام على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين كنت سبع قبولة إن شاء الله تبارك وتعالى الأئمة والخطب والأئمة تعالى يتلون في هذه الليلة المباركة بعض آيات من صورة الكهف وتعالى في صورة الكهف لماذا إن شاء الله ينبغي أن يقرأها الإنسان ووردت فيها أحاديث كثيرة ليس هذا المجال للوقوف عندها ولكن أقف عند هذه الآية التي قرأوها وكانوا قاب قوسين أو أدنى من إتمامه واحد الثمم لنوى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغخلنا قلبه عن ذكينا واتبع هواه وكان أمره فرضا أقول الحق الآيات وهذه الآية جاءت واسطة العقد بين القصة التي أوردها الله تعالى المتناول لقضية كونهم؟ فتيات الكهف فتياتهم بالإصبر وهذه تعرفون هؤلاء الفتيان من الشباب كانوا يعيشون في قصور هؤلاء الكبراء ولكن لم تطاوح أنفسهم الأبية وفطرتهم النقية أن يتماشوا ونعياذ بله ويجار هؤلاء الملوك والرؤساء في عقائده فضاقت عليهم القصور وفروا بدينهم إلى ما يشبه الكهف كهف ووجدوا في الكهف مرفقة في ذلك الكهف لأن العيش في الكهف وهو ضيق مع الالتزام بالدين في هذه الدنيا التي يسجن المؤمن خير أن تعيش في القصر وعن تتمال أعداء الله وتقف بقلبك وتميل إلى الظالمين فلم تطاوح أنفسهم أن يبقوا مع الظالمين الذين يسوقون الناس بالصوت والاستبدال حتى يخرسوا ألسنة الأحرار قال إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا هذه قومة ضد النوم والكسل والكسوع قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أحدا لقد قلنا إذا انشاطط أيدعى غير الله أيعبد غير الله أيثنى الظهر لغير الله أيترب الوجه ساجدا لغير الله هؤلاء قومنا الولد انتهى اتخذوا آلهة من دونه هؤلاء قومنا اتخذوا زين من دونه إلها لقد قالوا إذا انشاطط اشتطوا في الحكم إلى درجة الرفع المخلوق إلى درجة الخالق هؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة يعبد من دون الله يعظمون البشر والشجر والحجر لا 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 لن نرضى أبدا أن نجاور من يعبد البشر والحجر والشجر ويترك عبادة رب الأرض والسماء اغرقوا تشوفوه زوج تلاثا وهم يتحدثون عن العدد ومش يدوى المقصود المقصود من القصة واشمه هي هي عدم ملاءمة موت شوه عدم ممالأة الظالمين ولو كانوا أباؤك أشيرتك أقرباؤك فلا بد للقلب الاستقي اليميل إلى الحق ولا يميل مع الظالمين يا رب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الذي وقف في الحد المقابل لله الذي وشاق وقع في الشق المناوئ لله أو رب ولو كانوا آباءه أو ابناءه أو إخوانه أو عشيرته أولئك كتب في قلوب قضي قضي القن والله لا ينظر إلى الصور ولك يطلع على القلوب أين موالاتك وإلى أين تتجه بمشاعرك وعواطفك لأنك اللي يتحرق شوقا للقضايا على المسلمين هو بالأبناء المسلمين ويعبلون عن ذلك فيختارون عن طواعية وتلقائية أن يحشروا مع هؤلاء وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَرَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا الْنَّارِ هذا الركم أن يركن الإنسان إلى الظالم فقط ميل قلبي حتى ولو لم يصرح به بلسانه فتمسكوا النار قضية خطيرة بعد ذلك يقول الله تعالى أصبر ماذا؟ أصبر نزيد أمورها فتأتي قصة هذه التي قرأوها قصة هؤلاء الرجلين أحد أعطاه الله تعالى هذا المال في صيغة مياه مترامية رقراقة على ضفتيها من الزروع والعنب ودخل والعياذ بالله متبخترا يقول أنا أكثر منك ما لو عز نفرا ودخل جنتا وهو ظالم لنفسه ثم قال الكلام الذي تسمعونه غرورا بالدنيا ولا تغرنكم الحياة الدنيا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كأنه سيخلد كأنه سيخلد متلع قلبه بالدنيا إلى الدرجة أن أنه يرى أن الدنيا بالنسبة إلي جنته وفرصته وكأنه لا يزهزح كأن لسان حاله يقول قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين انظروا إلى الميزان الذي يزيلون به عياذا بالله للمواقف فيقول الله لهم رابطا هذا الكلام في نحورهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هو استدراج لأن أكبر عقوبة يعاقب بها العبد في الدنيا ليس أن يصيبك بصاعقة فتموت ولكن أن يميت قلبك فتعتقد وأنت بعيدا عنه والخيرات تنزل عليك هذه أشد عقوبة لأن الله يريد أن يجمع لك كل العقاب في الآخرة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن الله يملي للظالم يرخي له العنان حتى إذا أخذه لا يفلد وإذا أراد الله له الخير يصب عليه من البلاء ما يجعله يستيقظ من غفلته ولكن الله تعالى سبحانه عز وجل ممن طبع الله على قلوبهم يتركهم هكذا لا يرزقون التوفيق فيتحدث القرآن عن هذا وعن ذلك كذلك الضعيف الفقير الذي يقول لا كفر أجى حتى بنعم الله أرده إلى الأصل الذي خلقك من تراب ثم من نطفات ثم سواك رجلا ثم يتحدث بعد ذلك عن مآل هذا الطاغية فقال فأصبح يقلب كفية على ما أنثق فيها وهي خاوية عرض روسيا ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا فعطى العاقبة لهذا الذي والعياذ بالله غره ماله فتكبر عن المستضعف الأول وقف مع الحق ولو كان مع المستضعفين وترك الكبراء ولو كانوا أقرب الناس لهم الثاني لم يقف مع من غرته الدنيا ولكن نصح فإذا به يهلك ذلك الذي اغتر بالدنيا ويأتي الثالث وأعطاه الله العلم ويتعرفون أن موسى كلم الله تعالى مع لوشع مع فتاة أنت تعرفون أن هناك فتنة أيضا زيادة إلى فتنة القصر وفتنة المال هناك فتنة العلم وفرحوا بما عندهم العلم هناك ممن أعطاه العلم وبرع آخرته بدنيا آخرته بدنيا غيره فلوى النصوص لكي يؤيد المستفى الدين وعنده الرزة شوفوا الله رحمه والدك وفهل الحالة وفهل الحالة وتجد مثلا 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 إمام الحرم المكي الذي صلى به الناس في وقت نرزع وكسجين عن الخدج ليموتوا وهو يلعب زحليق أولماء أئمة الحرب هذا هو العلم وثلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الله عندنا في المغرب بعض الخطباء لحد الآن يستنكف على أن يرفع يده في آخر الخطبة ليدعو لإخوانه في فلسطين هل تخيلتها؟ تفجع عليك ربعات اللي برحنا واحدة وربعين سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك فتجد على رؤوسهم عمائم وإذا بهم عياذا بالله يا ربي يا ربي يقول لك فهلك فيتنا خلهم ملح لهم سئل أحدهم قال له الزعم واسبه وخلاص إخواننا في تلك الأرقان أن تبادى تلك الطائفة الله أكبر الله أكبر أنت أعلم أنت تسمع لك الناس هتسلموا إخوانك وتقفوا مع أعداء الله ربي 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 وفي الأخير تأتي قصة من آتاه الله الأسباب ذو القرنين وسخر كل أسباب الدنيا لتثبيت الحق ومحاربة الظلم هاتوني زبر الحديد هاتوني زبر الحديد لكي أجعل بينكم وبين الظلمة سدى حتى لا يكن لهم سلطان عليكم فكيف هؤلاء الذين آتهم الله المال وعندهم مئة ألف ورق الضغط يمكن أن يضغطوا لصالح إخوانهم ومساكتون الله فتأتي واصبر في الوسط لأن لب الدين هو الصبر الصبر على القصور إذا كان أهلها وهم من أهلك يريدون عياذا بالله تثبيت عقيدة عبادة البشر ونسيان رب البشر فلا خير في قصر لا تعبد فيه ربك لأنك قريبا سرعان ما تخرج منه لكي تدخل إلى ظلمة القبر فنجح هؤلاء وهم الثاني يؤطى بعض الضريه مات ولا يصبر قال عبد الرحمن بن عوث أحد العشر المبشرين بالجنة وصام يوما شديد الحر فلما أوتي بعد المغرب في يوم طويل بفطوره بكى حتى خضلت لحيته ولم يمد يديه إلى الطعام لكي يقطع الصيام بالفطر وهو صاحب رسول يعرف أن من السنة أن يستعجل الفطر فإن أحب الخلق إلى الله من الصائمين أعجلهم فطرة قالوا يا أباتي يوم طويل شديد الحر جوع عطش فلما هيئنا لك طعاما صرت تبكي حتى حرم علينا وصعب علينا أن ننظر إليك وحالتك التي نرى كولب قالوا لقد تذكرت أمرا سد شهوتي في الطعام قال كان مصعب بن عمير شابا مدللا عند والدي ما من نعمة من نعم الدنيا إلا كان السابق السباق لها فلما دخل إلى الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في المدينة وهو يلابس إيهاب كبش جلد ثم دخل وأثر البذاذة تبدو عليه وعلى شعره فالتفت النبي ونحن معه فدمعت عين النبي ويقول انظروا إلى حب الله كيف حول من أنعم شباب مكة إلى شضف هذه الحياة في سبيل الله وتدرون من الذي حدث له حمل الراية الكبرى في غزوة أحد وكان يحملها وكان شبيها وجهه بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالأعداء يتداعون من كل ناحية حتى ضربوا يده التي تحمل الراية فسقطت الراية فحملها بالإسراء فضرب ذراه فسقطت الراية فحملها بعض ضيه فضرب فلما انتهت المعركة ووضعت أوزارها مشى النبي في شاحة المعركة وإذا ثابت الخطر ليتفقد شهداؤنا الذين تتمسق لحومهم سبيانا نيابة عن نوم الأمة فوقف عليه فدمعت عينا رسول الله وذكر عنه ما ذكر من قبل أنه أدى الذي عليه كاملا والشاهد عندنا جيء له بكفل والكفل إذا كفن من رأسه لا يصل إلا إلى ركبته وبقيت ركبته دون كفل أولئك يلعبهم الله ويلعبهم اللاعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّدوا فأولئك أتوب عليه والتواب الرحيم وهؤلاء الذين أوتوا السلطة ويسمعون الاستغاثات ولا من مجيب ولا من مجيب ولا من مجيب بس إيام الصبر العامل فيهن للعامل فيهن زياد واسمه للعامل فيهن أجروا خمسين شهيدا واو 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 حتى قال بعض الصحابة أمنا أم منهم لهم أجروا خمسين شهيدا من شهدائهم أم من شهدائنا قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوان وهم لا يجدون والله يا أخي اقسم بالله هذك الناس اللي عندهم أعجب شيء وعالحظ عن صدر بالفئة المنصورة اللي يذكرها نبيس العسلم الذين لا يضروا من خذلهم هذا الشيء عجيب هذا الشيء هالثبات اللي يعتم صدر بفد زمان في زمن الملحمة كل العالم على بقعة صغيرة كيف تخيل معك؟ استعملت فيها كل الأسلحة التي لم تجرب إلا عليهم تعرفوا واحد السلحة للمرة كدامة ومتعود لأول مرة استعملوا هذا يعني كنت تشوفوا متفجرات واذا ما فيها؟ فيها شبايا ما تخصر سيطل حيطان وما تدب حيطان لكن فين تمشي يعني تمشي لتقذف بنادم واضطر هذه المسائل الأخرى وتقطع الواحد وتقطعوا إرباً إرباً هذه كنت تقول لك محرمة دولية لكن علينا نحن ما كان مشكلة نحن نصرات العاب والكورة والمسلسالات والتلفزيون والنشاط والمحر والمحر فهو محرم مع رأسك ما سلم غير ما سلم غير ياسبر وش كنت تسبر؟ اسبر نفسك اسبر نفسك نفسك تحب واسمه المرعب تحب مال السلطة تحب واسمه الراحة تحب واسمه تغش تحب واسمه التكبر تحب واسمه التعجب نفسها تحب واسمه هذه النفس أول أول مرحلة في عالم التزكية هو مجاهدة النفس مجاهدة النفس لتعطيرها لتعطيرها بالشرع والعقل فلا تترك لها اللجام أن تسوقك حتى لا تكون عبداً للنفس والهواء فتعس عبد الهواء وتعس عبد النفس وتعس عبد المرعة وتعس عبد الدرهب وتعس عبد الدينار وتعس عبد الشهوة وتعس عبد القطيفة تعف كاللي رفض زماني باعدينه والله اللي باعدينه بع الشرف دوره في حديث ترميذي عن أبي موسى الأشعاري إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلمين من سماتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا شوف شوف مش علق يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يمشي لهذه المحكامة أعطي له خمسة ألف أفريقية يشهد لك باش يتزور حق هو ما عرفه يقول كرا اني موجود اني موجود هل ياسد يا وشهدها الى خيره ورها الى خيره هادي الخلد وانا الواغش انا مقد تعجب هادي الخلد وانا الواغش قولوا اللي يرحمل لك هذه الخلد وانا الله هو أكبر وحد من جديد تقول كان ذاك يزدقية همشاء هاه هاه هاذا الاخر مشاء واذاك مشاء لكن قد استحضر صحابي واختي وحبابي كلهم ذهبوا الى ربهم كونش كونش السيحسان كان معايا صغير وكان شاب وهو كنا نجيل وغنيدها اكدها والجتبعوه نذكوروا الله وجاب ظركوا عنده الوليدات وعنده حملات كتاب الله وبق عقشفن مول التاليخ ونشوف السيحسان يقول الله أكبر سبحانك رب سبحانك سبحانك كلها مشو عنده الدروح الميداني يقوله في النهر لا إله إلا الله كلها ممزمو جير بولا الله أكبر الله أكبر وهي الدنيا مشاتها ها خمسة وستين عام ولي الله ربحالي معاش صبر 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 هاتي النفس التي تريد أن تطغى وتتجبر وتتكبر واحد سيدة صبر وحلي الفلوس بزاف وهو مسكين مسكين فلوس بزاف فكان في نفسه ومع نفسه في حرب جاب لك ربي اسكت والأخر يقول له خلال در للك ما كيش يموت حاذا عدن يا صاحب انت ما عندي شيء هذر عشرين مليون عزي محمد عشرين مليون يلقي قول هل تكوني الأخيرة والأخيرة 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 يارب 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 النفس هارب من يجزي صليم على فجل فاستبان له الحق مع فزوغ الفجر وهو يخطو خطوات نحو المسجد ليشهد صلاة الصبح قال له والله لأعقدنا صفقة مع الله ليس للشيطان فيها نصيب غدا من الدارة ماذا أدها القاضي تعالى المسلمين المهمة سيدي الغال سيدي جادة في الوسوب وهو في المحكمة قالوا لي يا ظلم ما تمشي شاستي استحقنا قال له أنت من أهل الجنة قال له يا قاضي أنا أديت الأمانة وما قالش بشرب ينصرني على نفسي وانت تشير قولي أنا من الجنة بي أنت ما عرفش كون ما للجنة انت انت قاضي المسلم انتق الله يا قاضي قول لي جزاك الله خير قول لي سعدتك ربي ثبثك قول لي ذات انت يا قاضي والفاقه والعالم تقول لي أنت قال أقول أنك من أهل الجنة بناء على قول ربي أنا لا أتكلم وهكذا الجنة هي بسألة عظيمة لا يتحدث عنها أبدا الإنسان لأنها هي مفاتحها بيد الله أنا الآن أقول قال وإن تجد ذلك قال يقول الله في صورة النازعات وعما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يجلموى نفسك كانت تنازعك لكي تأخذها وإذا بالله تعالى ينصرك عليها هذا قول الله وليس قول قاضي تتدير لأربع واحدة القرآن وندخلوا على الدائرة ونتجدوا البيت مع مقرل سأعرف الخارج وشخص كان معنا ومشاف من وجداد كان في وحدة اللوتون على القريمة وركبوا معهم ستاع الخارج ومن الان زمن قلنا ستاع الخارج وزادة اللوتو هذا القلنا ستاع الخارج يا ربي مخيّر أجاب لي الله هذا ذركو هذا نحكي لكم على اللي ركال معي ماشي شيء يتعلق منها الحمد لله ربي جماش وشي هذا كداعي دي الوحي داعي الملك يقول له ودبع كنت تدرج سمعه مع النار ويتقرر القرآن وكذا راح يقول له ما ليه هذه هذه أجاب لك الله في الغد يكسر الأخبار قال لكم قيد وصارع النفس فالله تعالى إذا شاء وعلم صدق قلب العبد فإن الله ينصر فعاد من توه ومشى لحفر يدور على الدار حتى مشى العلوان وقق فوجد بعدما خرج الرجل قلب الزوجة يدقوا خارج قفص الصدر لأنه لا يوجد فلسو الذاب في ملكات سيجور في ملكات سيجور في ملكات سيجور وعني مليون مراشاً فوجدك الكديسة هكذا حسبها ووجدها كشي وقال له لا سيد شكو انت انت ماذا؟ قوله باشار وعليح كنا قريب نقطعه ليس قوله مجموعة قال له ماذا؟ هذا واجب هذا سيد وهذا رزقكم مقوي مكين جوا يعتوه شيئا قال له بالله لا أريد أبدا أن يجزيني على هذا العمل إلا من ثبتني ونصرني على نفسي الله قال يوم سواء لم أغفل الشعين قال وقال أخي أكل أخته في الممرض قال لكم بغينا ننتصره ننتصره باش نحن شيئة غارة تصدر ردهات المحاكم مليئة بالقضايا بين العائلة هذا مع ابوه هذا مع زوجته النيران شعله في البيوت كيف يبغي شيئا الحاسد البغض صافي يا سيدين تطلبوا الله وقفنا اليوم ويصبر نفسك فالله يصبرنا وإياك والله ينصر خوتنا صالوا الله تعالى سبحانه يجزيكم الجزاء والله يشعر سيدنا ربي رحمة الوالدين ورحم أموات المسلمين وصل الله وسلم على استسمعكم على هذه الإطالة وجزاكم الله خير والله رحمة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر